من خلاله على آخر الأخبار والترتيبات الخاصة بدخول الجماهير الكسافة الجماهيرية في محيط الاستاد فاروق مسائل فل ازايك برحب بك زميل العزيز محمد سعيد وبرحب الزميل كريم أحمد وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة الناد الاهلي في كل مكان من ثقة وتفاؤل في مقر إقامة تفريق الناد الاهلي زي ما كريم نقل الصورة لثقة وتفاؤل هنا يا محمد في محيط استاد القايرة ثقة كبيرة جدا عند جمهور الناد الاهلي في لعاب الناد الاهلي النهاردة الجمهور بيرسم لوحة فنية جميلة ان شاء الله نتمنى مردودها يظهر في أرض الملعب 90 ديئة من قتال روح من لعاب الناد الاهلي مع وجود الجمهور العظيم جمهور الناد الاهلي اللي منذ الساعات الأولى موجود بيسان ده بيأزر ان شاء الله مردودها هذه الصورة محمد ان شاء الله يشوفني يكون انعكاسه ويكون النهاردة لعاب رقم واحدة وجمهور الناد الاهلي اللي دايما دايما في اي موعد عمره ما بيتأخر على اللعاب الناد الاهلي. عايزة تطمم بقى من خلالك يا فاروق الكسافة الجماهرية في استاد القاهرة. هل في ازدحام في بعض البوابات ولا الامور كلها الحمد لله في يسر وسهولة في الدخول. الابواب فتحت من امتى. اه يعني ما لمسته كمان من انطباعات الجماهير اللي جاي النهاردة تشجع وتساند. شايف ايه الاجواء عندك في الاستاد. يعني خلينا اقول لك يا محمد يعني في هذه الاسناء ايضا بيستمر دخول وتوافد الجماهير على يعني محيط استاد القاهرة او داخل المدرجات. طبعا تم فتح ابواب الاستاد منذ الساعة الثانية زورا وتوافد الجماهير الناد الاهلي من كل مكان. طبعا تم تخصيص البوابة الا رجدان لدخول المأسورة الرئيسية ودخول جماهير للدرجة الاولى والفي اي بي. طبعا تم تخصيص يعني البوابة صلاح سالم لدخول جماهير الدرجة التالتة. تم تخصيص البوابة الطريق للناصر لدخول جماهير التالتة يمين. خلينا اقول لك محمد يعني في الوقت انا بكلمك فيه. طمنتاشر الف مية وخمسين مقعد. هو عدد تزاكر او عدد مقاعد مدرجات الدرجة التالتة شمال. بالكامل تم امتلاء الساعة الرسمية الخاصة بمدرجات الدرجة التالتة شمال. اللي هي زي ما قلت لك محمد. طمنتاشر الف مية وخمسين. ايضا في هذه الاسناء بتتكلم على عدد يتجاوز التلتاشر او الاربعتاشر الف مقعد من مقاعد مدرجات الدرجة التالتة يمين لجماهير النادلالي. اعيز اقول لك ان يعني من زي ما قلنا دور كبير جدا لشركة تسكارتي دور كبير جدا للشركة الافريقية في تنسيق وتيسير كافة الامور على الجماهير. يعني يا محمد لو انت شفت مع مع زاميل نحسام يعني لو جاب لك ايضا يعني شكل ودخول للجمهور. شايف عملية اليسر اللي بتتم لدخول الجماهير منذ الساعات الاولى. طبعا دور كبير جدا لكل القيادات الامنية. دور كبير جدا زي ما وضحنا شركة تسكارتي وشركة الافريقية في تيسير كافة الامور. الامور يعني تقدر وانت بتتكلم مع الجمهور. الامر دخوله للاستاذ لا يستغرق دقائق معدودة. تتكلم في اربع خمس داية كله عارف مكانه. التسكارة متحدد فيها كل شيء. لكن الامر المهم جدا يا محمد هي الثقة اللي عنده الجمهور. الثقة النهاردة جمهور النادي الاهلي. يتكلم ان احنا نكسب تلاتة واربعة جماهير من كل المحافظات. غالبها العظمة جاي من صعيد ماصر. يعني في ناس يا محمد بقابلها جاي من المينيا جاي من بنيسويف. في ناس جاي من قسيوت. تتكلم على ناس جاي من المنصورة. من اسكندرية. من الشرقية. ناس جاي من المنوفية. بكلمك في كل المحافظات. مش عايز استسنى. ايضا جماهير كبيرة جدا. جاي من واجه بحري. جاي من الاسكندرية. كلم من البحيرة. من قفر الشيخ. من ضمنهور. جماهير جاي من السويس. وجماهير جاي من الاسماعيلية. القسر المصرية. شوفنا بعض الصور يا محمد. الحفيد مع مع الجد في صورة. انت عارف النادي الاهلي. وطوارس للاجال الجميع. النهاردة بيلتف حول النادي الاهلي. كبار السن بتشوف يا محمد. بعض يعني زول الهمم او زول الاحتاجات خاصة. موجودين بكسافة لمسندة وموزرة النادي الاهلي. مردود ده ان شاء الله يكون انعكاسه على الجماهير اللي ان شاء الله ترسم لوحة فنية. يكونوا هم اللاعب رقم واحد على مدار التسعين دي يا بإذن الله. اخر حاجة يا فاروق. هل لمست ان في جماهير دخلة معاها مثلا دخلة معينة في لفتات بمسندة. يعني ممكن نهاردة نشوف قرنفال في التالتة شمال. ولا الامر لسه مش واضح. هنعابي ببقى فيه سرية شوية من الجماهير. ولكن هل لفت انتباك ممكن النهاردة نشوف مشهد تصميم لدخلة معينة في مدرجات جماهير النادي الاهلي? طبعا يا محمد انت عارف ان الامور ده بتبقى دايما بتبقى في المفاجأة كده للجماهير. لكن خلينا اقولك ان الامر محسوم هو الجماهير دخل كلها بعاء اعلام للنادي الاهلي. الجماهير اللي النهاردة اعتقد اللون الاحمر اللي بيضغى على استهد اللقيرة. اعلام للنادي الاهلي هي الصورة المميزة. شايف انتبعات كبيرة جدا. من الجماهير يعني بتتكلم النهاردة في جماهير من اندية من اندية اخرى. جاي النهاردة بتقول النادي الاهلي مش بيلعب باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي جاي بيلعب باسم مصر. اعلام مصر والحب المصر مع يعني الحب للنادي الاهلي. الانتماء للنادي الاهلي. الصورة الملامح اللي بنشوفها من جماهير النادي الاهلي. حالة حب اعتقد جماهير الدرجة الثالثة ومش اختصر الامر في الدرجة الثالثة شمال لكن كل الاستاد الكل الجماهير اعتقد برضو محمد خلال يعني ساعات هيتم خلاص غلق الابواب نظرا يعني خلاص اكتمال الساعة زي ما قلت لك محمد حتى الان توافد الجماهير يعني لو لو تشوف معنا محمد برضو دخول الجمهور للنادي الالي الامور كلها امور بسيطة جدا يعني زمان تمتابع معنا من خلال الكدر ده محمد الجماهير داخلها الامور انبساط سعادة موجودة عند الجماهير الاسر المصرية بالكامل ثقة كبيرة جدا في جمهور النادي الالي النهاردة ثقة في العيب النادي الالي ان شاء الله يكون مردود ده في ارض المرعب ان شاء الله ان شاء الله النادي الالي يتجاوز عقبت ساندونز ويصعد للمباراة لانهاية ان شاء الله في انتظار طبعا فريق الترجع او فريق الوداد باذن الله لكن نخلص مباراتنا النهاردة ونصعد للمباراة لانهاية باذن الله بحب باذن الزميل العزيز فارو صلاح أنا بشكرك شكرا جزيلا وكمان بشكر كريم أحمد شبكة مرسلينة من فندو الإقامة ومحيط استاد القاهرة عشان نطمئن على آخر الأخبار والترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي وسند